بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة وصلني مقطع فيديو عن إسلام ملاكم أمريكي الشهير اسمه أندرو تيت والحقيقة استمعت لهذا المقطع الذي يشرح هذا المسلم الجديد أسباب إسلامي لماذا اعتنق الإسلام ما الذي وجده في الإسلام معنى أن هذا الرجل مليونير لديه كل أنواع الشهوات مفتوح أمامه كل متعة الحياة التي تتصورها على رغم من ذلك ترك كل شيء ولجأ الإسلام ما الذي وجده في الإسلام الحقيقة وأنا أستمع للأسباب التي كان يقولها وجدت بأن هذا الرجل وغيره كثير ممن يسلمون هم يتحدثون بإعجاز القرآن دون أن يشعروا كل ما تحدث به هو جزء من إعجاز القرآن كيف ذلك؟ انظروا أيها الأحبة أكثر شيء بهر هذا الرجل في الإسلام هو انضباط المرأة حفاظ المرأة على جسدها وعلى شرفها وعلى عرضها وعلى زوجها وعلى بيتها وعلى أولادها طيب من أين جاء هذا الأمر؟ الأمر في الغرب هذا الأمر غير موجود أول ما يزرعه القرآن وهذا من صلب الإعجاز انتبهوا أيها الأحبة أول ما يزرعه القرآن في عقول الأطفال الصغار سواء كان ذكر أو أنثى هو فكرة الحلال والحرام والخوف من الله هذه غير موجودة في الغرب لذلك في الغرب مهما حاولوا لن يسيطروا على مثلا الأمراض المنقولة جنسيا التي تفتك بهم لن يستطيعوا أن يسيطروا على تفشي الأمراض الجنسية وانظروا إلى الإحصائيات المرعبة أنا هناك إحصائية دائما أستشهد بها عدد المصابين في الولايات المتحدة الأمريكية بأمراض منقولة جنسيا 110 مليون ثلث الشعب على الرغم من الإرشادات وأساليب العلاج والتحذيرات واوة لا يستفيد لأن مبدأ الحلال والحرام غير موجود فكرة الخوف من الله غير موجودة ألغيت لديهم فاستحوذ عليهم الشيطان استحوذت عليهم الأمراض أصبحت الخيانة الزوجية أمر طبيعي لا يوجد خوف من الله ففكرة الخوف من الله التي يزرعها القرآن أو الإسلام في عقول أتباعه هذه فكرة رائعة من الناحية العلمية أيها الأحبة هناك جامعة اسمها أوريغون على ما أعتقد قامت بدراسة ضمن ما يسمى باتجاهات الجريمة وجدت أن البيئة التي ينغرس فيها الخوف من الله وعذاب الله تقل فيها الجريمة لأنك كإنسان أنت أشبه بحيوان جامح إذا كانت غريزتك هي التي تقودك يمكن للإنسان أن يتحول إلى مجرم أنظر اليوم إلى الدول العظمى تدمر العالم تفتعل الحروب لا يهمها لا يوجد خوف من الله فثقافة الخوف من الله التي يغرسها القرآن في عقول وقلوب المؤمنين منذ أن يخلقوا هذا من إعجاز القرآن العظيم لأن القرآن لو كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يغرس الخوف في عقول الأطفال من الله ما الذي سيستفده يعني الملحدون يقولون محمد عليه الصلاة والسلام إنسان كاذب وحاشا اخترع دينا لنفسه كان يحب النساء والمال والشهرة والسلطة طيب لماذا يحرم الزنا لماذا يقول ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا لماذا يحرم الفواحش ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن لماذا يحرم قول الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما لماذا يحرم كل هذه المنكرات إذا كان هو يريد المنكر إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بهذا التحرين من عنده هو وحي من عند الله إن هو إلا وحي يوحى طيب قضية أن المرأة في الإسلام تحافظ على عرضها على نفسها تحافظ على بيتها تطيع زوجها هذه قضية أيضا القرآن غرسها ما هي الآيات؟ آيات كثيرة أيها الأحبة نحن لدينا مثلا آية في القرآن تقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف لدينا آيات تحذر حتى نساء النبي أن يعصينا الله سبحانه وتعالى حتى نساء النبي القرآن حذرهن من معصية الله النبي كان يوجه نصائح كثيرة للنساء على ضرورة أن تطيع زوجها ليس على سبيل الاستعباد لا لأن النبي يريد أن يخلق مجتمع مترابط لأن المرأة إذا تمردت كما حدث في الغرب المجتمع يتفكك انظروا في الغرب أولا يعزفون عن الزواج نسبة الأمهات العازبات يعني هذه الإحصائيات أنا أحزن عندما أطلع عليها للأسف ما معنى أم عازبة يعني أم جاءت بولد من الزنا ولكن لا يسمونه ابن حرام ولا يسمونه ابن زنا ولا يسمونها زانيا يقولون أم عازبة طيب نسبة الأمهات العازبات في أمريكا أربعين بالمئة أربعين بالمئة من المجتمع أولاد زنا هل هناك تفكك أكثر من هذا طيب انظروا إلى نسبة الجريمة لديهم نسبة الاغتصاب لديهم نسبة زنا المحارم ونحن قدمنا إحصائيات اعتمدنا فيها على مواقع عالمية معروفة مثل مركز بيوري سيرتش وزارات العدل الأمريكية ومواقع أخرى متخصصة قدمنا شيء مرعب والله أيها الأحبة الإنسان يشمائز من كثرة الاغتصاب وكثرة قتل الأجنة الإجهاد مدينة نيويورك كل يوم تجهد الكثير أرقام مرعبة لا أريد أن أذكرها يعني أنا نفسي أنزع جندما أتذكر هذه الأرقام المرعبة لقتل الأجنة الإجهاد لحالات الاغتصاب لحالات الخيانة الزوجية لحالات زنا المحارم لحالات الشذوذ الجنسي والمثلية الجنسية التي كل أطباء الكون يقولون هي خطأ ولها أضرار وتسبب مشاكل كثيرة جدا وتساهم في نقل الأمراض الجنسية الخطيرة كل الأطباء من الناحية الطبية يحرمونها وللأسف الملحدون يروجون لها لماذا لا تعلم؟ يعني الذي يمارس الشذوذ الجنسي هناك أضرار تقع على الطرفين أمراض منقولة جنسيا مؤكدة تنتقل ومشاكل أخرى تتعلق بالطرفين مشاكل كثيرة جدا أمراض كثيرة جدا منها سرطان الشرج وغيره أنا طبعا لا أحب أن أتحدث في هذه المواضيع ولكن والله الإنسان يحمد الله على نعمة الإسلام أنا عندما أرى هذه الكوارث أمامي وسببها الإلحاد أيها الأحبة أنا أحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا مؤمنين أن جعلنا مسلمين سبحانه وتعالى فهذا الرجل ماذا وجد في الإسلام؟ وجد أن المرأة تكون نقية طبعا كل مجتمع يوجد فيه الرديء والخبيث ولكن النسبة العظمى أن المرأة المسلمة امرأة نقية حتى التي تعيش في الغرب تلاحظون في الغرب تتمسك بحجابها على الرغم من الضغوط ومن المشاكل وترفض من عملها على رغم من ذلك تتمسك طيب ما الذي يدعوها للتمسك والمحافظة على جسدها وعلى نقائها هو الدين أيها الأحبة هو الإسلام إن لا يوجد شيء آخر فلذلك عندما فرض الله الحجاب على المرأة هذا إعجاز علمي ما رأيكم؟ لأن في الجاهلية لم يكن هناك حجاب والنبي عليه الصلاة والسلام لو أنه جاء ليحب النساء ويحب المال ويحب السيطرة كما يدعون يعني لماذا يأمر بالحجاب؟ سؤال لماذا يأمر نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلاب بهن ولا يبدين زينتهم ولا ولا آيات كثيرة جدا حتى القرآن منع المرأة أن تضرب برجلها ليعلم ما يخفين من زينتهم يعني قد تخفي شيئا قد يصدر صوتا معينا من زينتها قطعة ذهبية مثلا مثل خلخال مثل شيء معين قطعة ذهبية عندما تحتك ببعضها إذا ضربت المرأة رجلها على الأرض قد تثير شيء من غارزة الرجل شيء قليل نهى القرآن عنه لأنه يريد أن يقطع تماما أي فتنة والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من فتنة النساء وقال إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء أول فتنة بني إسرائيل وأمر المرأة أن تطيع زوجها وكان آخر كلامه من الدنيا هل تعلمون ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام آخر كلامه كان أو آخر ما خطب الناس في حجة الوداء استوصوا بالنساء خيرة صلى الله عليه وسلم رب الله عليكم إنسان تتهمونه بالاغتصاب والحب المال والقتل وكذا قبل أن يموت بقليل يقول استوصوا بالنساء خيرا وهو على فراش الموت كان يقول صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم طيب لماذا كان يؤكد على الصلاة ما الذي تفعله الصلاة الصلاة أيها الأحبة تجعل هذه المرأة نحن نتحدث عن النساء تجعل هذه المرأة تقف بين يدي الله خمس مرات كل يوم تتعلم ثقافة الخوف من الله كل يوم خمس مرات تتجذر في داخلها ثقافة الخوف من عذاب الله خمس مرات كل يوم هذا الأمر في الغرب غير موجود على الإطلاق في العالم الغربي هذا الكلام غير موجود هناك ثقافة المصلحة الشخصية لذلك الغرب يأكل بعضه بعضا لا يوجد علاقات اجتماعية الأب يرمي أباه لا مشكلة يرميه إذا كبر ولا يبالي يرمي ابنه ليس هناك أي مشكلة لذلك أيها الأحبة من هنا ندرك إعجاز القرآن العظيم في الحديث عن هذه المواضيع ثقافة الخوف من الله ثقافة الخوف من وجود عذاب لله سبحانه وتعالى في نار الجهنم ثقافة الخوف من الخطأ لأن هناك نار جهنم بانتظار من يعصي أمر الله سبحانه وتعالى فهذا المسلم الجديد نسأل الله سبحانه وتعالى له ولجميع المسلمين الهداية والثبات على الحق وجد أشياء رائعة في الإسلام هو اكتشف واحد بالألف على فكرة يعني أنا شاهدت مقطع فيديو طويل له يعرض وجهة نظره وجدت أنه اكتشف تقريبا واحد بالألف مما في الإسلام من روائع الأمان أو الأمن الذي يعيشه في البلدان الإسلامية على الرغم من وجود حروب من وجود بعض الانهيارات الاقتصادية من وجود أشياء سلبية ولكن ثقافة الخوف من الله تمنعك أن تسرق إنسانا تمنعك أن تقتل إنسانا تمنعك أن ترتكب جريمة اغتصاب طيب من أين جاءت هذه الثقافة من القرآن العظيم؟ وهذا من إعجاز القرآن لأن القرآن أخي الحبيب مثلا أنت عندما تستمع إلى القرآن كل مسلم على وجه الأرض يحفظ صورة الفاتحة في الغرب لا يحفظون شيئا ليس لديك شيء ملزم بحفظه نحن ملزمون أنا كمؤمن وهناك 2 مليار مؤمن مسلم على وجه الأرض حتى الذي لا يلتزم بالصلاة على الأقل يحفظ الفاتحة وبعض الصور القصيرة قل هو الله أحد وبعض الصور القصيرة صورة الفاتحة أنت تقرأها كل يوم إذا التزمت بالصلاة على الأقل 17 مرة أنت تقول إهدنا الصراط المستقيم 17 مرة كل يوم ماذا تفعل بالإنسان عبر سنوات هذه العبارة وأنت تقول إهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم ماذا تفعل بك هذه العبارة؟ هذه العبارة غير موجودة في الغرب ليس لديهم ما يحفظونه ولا ما يقتنعون به هناك شيء واحد فقط هو المصلحة الشخصية لذلك المرأة هناك إذا احتاجت إلى المال ليس لديها أي مشكلة أن تبيع جسدها بمئة دولار هي مصلحتها تقتضي هذه الثقافة التي تربوا عليها هنا نرجى إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام ونتساءل من أين جاء النبي بهذه المعلومات؟ يعني من أين جاء في عصر الجاهلية كانوا يدفنون الإناث أحياء كانت الحروب تبدأ ولا تنتهي كانت مجالس الخمر والزنا والحروب والقتل هذه الثقافة السائدة طيب النبي عليه الصلاة والسلام من أين جاء بثقافة الصدق؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين من أين جاء بثقافة تحريم السرقة؟ تحريم أذى الناس حتى النميمة حرمها حتى الغيبة حرمها لا يغتب يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكونوا خيرا منهم يعني حرم مجرد الاستهزاء بالآخرين محرم طيب اليوم في أي ثقافة؟ أي ثقافة اليوم تحرم الاستهزاء بالآخرين؟ انظروا إلى أوروبا المتطورة عندما يضعون رسوم مسئة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يفعل لهم شيئا هو جاء يأمرهم بالخير تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام كلها تدعو للخير والمحبة والتسامح هو أكرم وفد نصارى نجران وأكرم الوفود التي جاءته للنصارى أو المخالفين في العقيدة وحفظ لهم حقوقهم وتعامل معهم بأروع شكل هم يسيئون له ويستهزئون به هذه ثقافتهم هذه ثقافتهم للأسف لأن ليس لديهم مبدأ أيها الأحبة فالمبادئ العظيمة التي غرسها الإسلام في نفوس أتباعه هذا هو الإعجاز الذي لمسه هذا المسلم أندروتت وغيره كثير كثير من علماء الغرب يسلمون كل يوم أيها الأحبة كل يوم هناك من يعلن إسلامه من الباحثين والمفكرين ومن العلماء ومن المشاهير ومن الناس الذين وجدوا قناعة كاملة أن هذا الدين هو الحق فهنا أيها الأحبة أود أن أؤكد على قضية إعجاز القرآن أن هناك من إعجاز القرآن أنه يربي أتباعه التربية الصحيحة يربيهم على الخوف من الله طبعا الملحدين يقولون هذا خطأ هذا إرهاب للأطفال يريدون للطفل أن ينشأ على المصلحة الشخصية الفتاة تتحول إلى تبيع جسدها بسهولة الطفل يكبر ويتحول إلى إنسان مرتكب للفاحشة وكل شيء لا يهمه أي شيء مهم المصلحة الشخصية بينما الإسلام غرس هذه التعاليم لينشئ بيئة نقية ومجتمع نقي لذلك أيها الأحبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وإيمانا كما قال تبارك وتعالى أتذكر معكم قصة الأحزاب عندما رأى المؤمنون وعد الله ونصر الله قالوا هذا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم وكل من يعتنق هذا الدين يزيدنا إيمانا وتسليما وثقة وحبا لهذا الإله العظيم وحبا لمن أنزل عليه القرآن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته